في الوقت ده سوزان ولوسي بيكونوا موجودين جنب جثة أصلاً وزعلانين عليه وبعدين بيسيبوه بيمشوا عشان يروحوا يساعد أخوتهم في المعركة بس قبل ما يمشوا بيتفاجئوا إن الأسد رجع للحياة تاني فبيفرحوا جداً وبيجروا عليه وبيسألوا إزاي أنت لسه عايش وإحنا شايفين بعنينا السحرة وهي بتقتلك فبيشرح لهم أصلاً إن الكائن اللي بيتقتل في ناردنيا وهو بريء من تهمة الخيانة بيرجع تاني للحياة وأنا قايتت حياتي بحياة إدموند لأن السحرة ما تعرفش الحوار ده وكنت عارف قبل مقاية حياتي إنها لو أتلتني هرجع للحياة من تاني زي ما حصل بالزبط وبعدين بياخدهم أصلاً وبيروحوا لأصر السحرة عشان عنده خطة زكية والخطة ده عبر عن إنه هيروح لأصر السحرة ويحرر كل الكائنات اللي حولتهم لحجارة ولما بيوصلوا للأصر بيشوفوا الكائنات اللي تحولت لحجارة ومن ضمنهم توم صديق لوسي وفي نفس الوقت ده بيتر بيكون بيحارب السحرة بس للأسف جيشها بينتصر عليه فبتكرر السحرة إنها تنزل وتخلص على بيتر بنفسها بس قبل ما تخلص عليه بيتدخل إدموند وبيمنعها بس للأسف بتطعنه طعن جمده قوي بيتر لما بيشوف كده بيتعصب جداً وبيحاول يمنعها لكن بتضربه هو كمان وعايز تخلص عليه بس في أخر لحظة بيتدخل أصلاً وبيكون جايب مع الكائنات اللي كانت حجارة اللي لسه محررهم من شوية ولما بيدخلوا المعركة بيقلبوا الكافة تماماً بيخلصوا على جيش السحرة كله وبعدين أصلاً بيهجم عليها وبنخلص منها هي كمان وبكده بتكون مملكة نارنيا تحررت منها ومن حكمها المستبد بس للأسف إدموند شكله كده هيموت بسبب الطعن اللي طعنته له السحرة فبيجرى علي إخواته ولوسي بتطلع العقار السحري اللي ادهولها سانتا كلوز طبعاً كلنا عارفين إن العقار ده بيش في أي جرح والحمد لله بيقوم بالسلامة ولوسي بتروح تد من العقار ده للكائنات المصابة وبيقوموا هم كمان بالسلامة وكده أنقذوا مملكة نارنيا من السحرة وجيشها المستبد وبيتم بعدها تنصيب بيتر وإخواته كاملوك لمملكة نارنيا زي ما الأسد أصلاً قال لهم قبل كده وبيكون كل واحد فيهم بيحكم جزء من نارنيا وعلاقتهم مع بعض بتكون تحسنت عن الأول بكتير وبعد ما بيتأكد أصلاً إن المملكة بقت بخير وكل حاجة تمام بيسيب الأربع ملوك يحتفلوا مع شعبهم وبيمشي من غير محد ياخد باله بس لوسي بتشوفه وبتستغرب ومش عارفة هو رايح فين فبيقول لها توم صديقها إن أصلاً بيجي للمملكة لما تكون المملكة محتاجة مش أكتر وبتعد السنين والإخوات الأربعة بيجبروا وهما بيعتنوا بالمملكة وبيحموها من أي شر وفي يومه هما ماشيين سوا بيلقوا عمود النور اللي موجودة عند دلاب الهدوم فبيكرروا إنهم يرجعوا للعالم بتاعهم من تاني وبالفعل بيرجعوا للعالم بتاعهم عن طريق الدلاب وبيتفاجئوا إنهم رجعوا تاني صغيرين والساد كريك بيسألهم أنتوا كنتوا فين كل ده لأنه بقالوا كم ساعة بيدور عليهم ومش لقيهم فبيفهموا موضوع فرق الزمن بين عالم نارينيا والعالم بتاعهم وإن السنين اللي عدت عليهم دي كلها هناك كانت عبارة عن ساعات هنا بيتر بيرد عليه وبيقول له مش هتصدق إحنا كنا فين كريك بيقول له قول والطمن هصدقك وبيكتشفوا هنا إن كريك عارف كل حاجة عن عالم نارينيا وكان ميصدق لوسي من البداية وبيقعد معهم كريك عشان يحكولوا كل حاجة عن مغامرتهم في نارينيا ولما بيجي الليل بتروح لوسي للدلاب عشان ترجع لنارينيا من تاني بس بتلاقي إن الدلاب بقى دلاب عادي وما بينقلهاش لأي مكان فبيجي لها كريك وبيعرفها إن البوابة هتتفتح بين العالمين لما نارينيا تحتاجهم وبكده بنعرف إن المغامرات لسه ما خلصت والفيديو اللي جاي هنكمل بقى أجزاء نارينيا بس ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة وفعلوا زر الجرس الكل عشان يوصلكم مني كل الملخصات الجديدة واشوفكم الفيديو اللي جاي سلام